زاهر أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي أوردته وكالة الأنباء الفرنسية الآن قوات الاحتلال الإسرائيلي تغادر مشفى الشفاء في مدينة غزة بعدما اقتحمته عند الساعة الواحدة فجر الليلة الماضية هذا نقلا عن مصادر وكالة الأنباء الفرنسية حتى الآن لا يوجد أي تأكيد فلسطيني ربما هذا ما كان يشير إليها الزميل باس الخلف منذ كليل عندما تحدث عن تحرك للآليات الإسرائيلية بالقرب من مشفى الشفاء الآن وكالة الأنباء الفرنسية تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مشفى الشفاء بعد اقتحامه الليلة الماضية اقتحام استمر لنحو 17 ساعة انتهت الآن وكوات الاحتلال الآن تؤكد وكالة الأنباء الفرنسية مرة أخرى الجيش الإسرائيلي انسحب من مشفى الشفاء وانتشر حول التجمع حول المجمع إذن هذه الأنباء التي كان يشير إليها الزميل باس الخلف منذ كليل عن حركة آليات إسرائيلية بالقرب من مشفى الشفاء هل من تأكيدات أو أي أنباء لو سمحت لي أحمد هل من تأكيدات أو أي أنباء تصف ذات السياق من وسائل الإعلام الإسرائيلي أو من الطرف الإسرائيلي لم يصدر أي بيان بعد من الجيش الإسرائيلي والأخبار التي يتم تداولها تنقل عن وكالة الأنباء الفرنسية وليس عن مصادر إسرائيلية حتى الآن الجيش لم يعلن عن هذا الأمر عادة لا يعلن تحركاته العسكرية إلا بعد انتهائها أعلن عن اقتحام مشفى الشفاء بعدما كانت قواته قد دخلت إليه بالفعل بنحو ساعة وعادة ما يعلن انسحاب قواته عندما تكمل انسحابها بشكل نهائي وهناك شكوك إن كان سيعلن عن هذا الأمر ما حققه الاحتلال الإسرائيلي في مشفى الشفاء هو تقريبا صفر فقط تأثير دعائي لم يعثر على الأسرى الإسرائيليين داخل المشفى كذلك لم يعثر على قيادات حركة حماس في المشفى تحدث ربما عن العثور عن بعض الأسلحة هناك لكنه لم يحدد حجم هذه الأسلحة وإن كانت أسلحة فردية يستخدمها المقاتلون الفلسطينيون أو عناصر الأمن أم نتحدث عن أسلحة أكبر لكن حقيقة عدم وجود اشتباكات داخل المشفى تشير إلى عدم وجود مسلحين فلسطينيين أو عناصر في حركة حماس داخل المشفى إذن التطور الأبرز خلال الدقائق الأخيرة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مشفى الشفاء بعد سبعة عشرة